وحشتوني جمهور برنامج آخر موضة أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المفضل آخر موضة المكان اللي بنتشف فيه كل جديد في عالم الأنقى والجمال هنتكلم النهاردة عن أحدى الصيحات الموضة والتجميل اللي نزلة وهنعرف إزاي ممكن نطبقها في حياتنا اليومية بأسلوب سهل وبسيط كمان هنستضيف النهاردة خبير التجميل ومصمم أزياء هيشاركون أهم النصايح والجديد فيه ألوان والأقمشة وأسرار اختيار الكطع اللي تناسب شكل جسمك وشخصيتك تابعونا بعد الفاصل مساء الجمال والإبداع على كل اللي بيتابعونا حلقتنا النهاردة مميزة جدا لأن معنا خبير التجميل مبتدأ لكن موهبتها بتكبر يوم بعد يوم وإبداعتها بتخطف الأنظار رغم إنها لسه في الدايب مش ورها لكن قدر تثبت نفسها بلمستها المميزة وشغلها اللي بيعكس حبها الكبير لعالم المتياج هنتعرف على رحلتها إزاي بدأت وإيه التحديات اللي وجهتها وهنسأل عن النصايح اللي ممكن تقدمها لكل واحدة حابة تبدأ مجال التجميل تعالوا نبتشف سوى سر نجاح وإزاي بتقدر تطلع أحلى ما في كل واحدة فينا مع خبيرة التجميل المتميزة مونة حمدي أهلا بيك أهلا بيك إزايك مشرفونا وأهل اسكندرية الجمال اللي دايما مشرفونا في برنامج آخر موضة يمكن دي ثالث حد ضيف معنا يشرفنا في برنامج آخر موضة سعيدة جدا بوجودك معنا وسعيدة بالمواهب المتميزة اللي بتقابلنا وبنحب نزهرها للنور الله يخليك شكرا قدلنا كده بدايتك وعرفي جمهور آخر موضة بدايتك هتزاي بدأت كنت بشتغال على نفسي أكتر إن أنا أتعلم ووصل اشتغلت في مكان وخدت خبرة بعد كده فتحت مجالي دخلت في عالم الميكب عشان أتعلم ميكب أرتس خدت كرسات ولسه مستمرة في كرسات شغلت أكتر على الشعر تمام على بقيت شغلي كله في الكوفير تمام بقى عندك مركز تجميل خاص بيك أه فتح مكان إنتي اشتغلتي أكتسبتي خبرتك من أماكن إنتي اشتغلت فيها قبل كده او اشتغلت في مكان واحد قبل كده وبعد كده خدت كرسات اشتغلت على نفسي فتحت مكان وبقى عندي سنتر بتاعي وللنا نصيحك إزاي بتقدري أني تتغيري شكل الشعراية من شعراية مهلكة ويعني ضعيفة من السبغات ومن عدم الاهتمام بها بشكل صح ساعات بيجي شعر أفريكي ده بيبقى الشعر اللي هو مجعد جامد اللي هو الشعراية الأفريكي الناشفة اللي هي جامدة ده بطر إن أنا أستخدم معاه بروتين عشان أفرض الشعراية وعشان خاطر أعالجها بس في نفس الوقت لو الشعراية الـ HP بتاعها ضعيف ما باستخدمش بروتين بنستخدم علاجات بس طبعا العلاجات ما بتفرضش الشعر فبنتطر إن إحنا نستخدم معاه بروتين وبنفرض الشعراية لإني طبعا تعرفة إن الشعر هو اللي بيبين المظهر يعني لو شعراها طبعا مجعد بيعمل عقدة نفسية بتبقى مثلا البنوتة جاية لي بتبقى نفسيتها مش أحسن حاجة من شعرها الستة بتاك شعرها تاكها هو شعرها فالشعر اللي بتفرض بيروح في حتة تانية خالص في شعر تاني بيبقى الشعراية خفيفة بس في نفس الوقت هايش في قصرات كتير ده بتطرير لنا طرق العلاج بتاعتك عندك في المركز عشان عرف الجمهور بيكي بستخدم بروتين كافيور فيلر بعمل أنا تركيبات طبعا للشعر اللي هو مثلا الشعر مش هينفع مع أي حاجة من دي شعر البيوء أو خفيف بعمل له تركيبات زيود طبعية بس أنا مش شايفيكي بس في منطقة الشعر أنت كمان تخبيرة تجميل بتعملي لكات حلوة حتى هي ظهرة معنا على الشاشة اللكات اللي أنت عاملاها أنت برضو عامل لكات مختلفة ومتميزة واللي أنا عارفة أن أنت كمان مش مش وقفة عند النقطة دي أنت عمل شغال على نصر يعني اللي أنا عرفته منك أن أنت بتعملي بتاخدي كورسات بتاخدي حاجات بشكل مستمر بحيث أن أنت تقدري أن أنت تبقي ملمة بكل العناصر وتبقي متميزة في كل العناصر تمام يعني أنت بقالك قديد لتي بتاخدي كورسات أنا كده بقالي بالزبط أربع شهور أربع شهور في إيه بالزبط أنا كده أخدت ده تاني كورس في الميكوب في الكورس الثالث لسا عقده تمام والكورس الأخير ده برضو بشتغل على نفسي أكتر في الشعر ساعات بيبقى في مجموعة كده من صحابي خبرات التجميل بنعودوا مع بعض بنشتغل بنجيب موديل ونشتغل على شعره بنشتغل أكتر نتعلم حاجة جديدة أكتر علاج جديدة على الشعر تمام عشان نتعلم قبل ما نشتغل اللي هو مثلا أنا مش عشتغل على زبونة وأنا مش عارفة أنا عحط لها إيه لأ أنا عشتغل عليكي وأنا عارفة شعرك هيحتاج إيه ايتش بي بتاع الشرايب بتاعتك هتحتاج إيه تمام مثلا في الميكوب بتيجي ناس مثلا بتبقى عايزة تقولك أنا عايزة أطلع زي الصورة دي أنا ماينفعش أطلعك زي الصورة دي أنا بشوف وشك أنت جاي معي إيه أنت بتتعاملي مع العرائز إزاي أنا العرائز بتعمل معهم اللواء إيه اللوك بتاحها يطلع إيه عليها هي هي الوش بتاحها مثلا لوك وشها اللوك بتاعي بقى إيه ماينفعش إن أنا عمل لها نفس الصورة اللي عايزيها ممكن أعمل لها بسألها الأول حضرتك حب إيه حب مثلا بيجات حب كشمرات حب ألوان الميكوب بتاعك إيه عايزة يومك إزاي النهار ده فاهميني بشتغل أنا باللنا شايفها إليه عليها أكتر مش باللي هي بيجبولك مثلا يعني فيها رايز بتحكم رأيها أنا عايزة أنا عايزة الصورة دي بعمل لها نفس اللوك بس مش بنفس التكنيك بتاعها يعني العروسة عندك بتخرج إنها لو فيه مشاكل في شعرها بتعالجهالها مشاكل في بشرتك احنا ما تكلماش عن نقطة البشرة دي نقطة مهمة جدا اللي محتاجة منك زي بيوتي تيبس طبعا نعرف بيها الناس إيه اللي ممكن نقدر نشتغل عليه كبشرة نقدر إن إحنا مثلا لو كل بنت تشتغل تعمل إيه في بيتها بحيث أن تحافظ على جمال بشرتها ونظرته البشرة فيه بشرة دهنية فيه بشرة جفة فيه بشرة مختلطة ماينفعش أروح أجيب مثلا يعني فيه بشرة دهنية فيه سابونات كتير أنا بلاقي بنات جايبالي سابونات ما تنفعش مع البشرة الدهنية بتخلي البشرة الدهنية تبقى دهنية أكتر تفرز الدهون البشرة الدهنية ممكن تستخدم معها حاجات تانية كتير من السلدلية تمام ماينفعش إن أنا أسيب بشرتي كده على طول أقول لا أصلاح ما بيستخدم ليش حاجة لازم أرطب حتى لو بحاجة بسيطة لو ببنسلول ده أقل مرتب بعد جيبه تمام لازم ترطب مرتين على الأقل البشرة البشرة ماينفعش أخسلها بمياه دافية وأنزل بها الشارع خطأ تمام بتفتح المسام بتخلي الأطربة تخش تخلي الأطربة تخش وكل حاجة تخش في الوش فبالتالي بتفرز معي حبوب بتفرز معي دهون فبتبوز لي البشرة تمام ماينفعش مثلا أنا بلاقي كله تقل الوقتي يجاي لك أنا عايز عمل شيفينج في البشرة تمام والشيفينج في البشرة آه حاجة سريعة بس بعد كده فيما بعد بتتقل الشعر أكتر فيما بعد بتطلع لي حبوب تحت الجلد فيما بعد بتخلي بدلا ما مثلا البشرة كانت مثلا بسيطة وما فياش شعر وما فياش حبوب لا بتخليلي حبوب بعد كده وشعره اكتر من الشيفنج فالشيفنج برضو مش ان هو استخدامه على طول استخدام الشيفنج لو واحدة عندها البشرة بتاعتها دهنية وفيها حفر وبشرتها مثلا ما اللي انا حبوب ما ينفعش استخدم فتلة معيها ما ينفعش استخدم شم ما ينفعش استخدم اي طرق تانية غير الشيفنج انصح كل واحدة برضو ان هي لما تبقى عروسة ما ينفعش تيجي قبلها بيوم تقول لي انا عايز عمل وشي لازم قبلها باسبوع لان الوشي طبعا بيحبب بيتحسس لازم اديله راحة لازم اديله ترتباط لازم قبل ما احط ميكب وطبقات ميكب وكريم اساسي وكلام ده قدي الوشي ترتباط اكتر تمام الغسول اساسي المفروض كل يوم اللي هو مثلا انا اشوف بشرتي جفة دهنية استخدم معاها غسول ايه طبعا النصيح كميلة جدا اللي انتي بتحكيها بس طبعا يعني مش كافية ولازم الحلقة الجاية كمان هنكون جايبين معنا موضل وهنشوف الميكب عليها يبقى قبله وبعد انتي تعمله لها وانفرج الجمهور كمان الميكب كمان انتي تبقى عاملات ازاي وازايت نقدر كمان اكتر بوسائل بسيطة نقدر ازاي نحافظ على البشرة اكتر واكتر طبعا الكلام معاك ممتع جدا وبسطي جدا منك بس هو وقت فقرتنا الاسف انتهى بوعد بالقاء ان ان شاء الله مرة جاية باذن الله هنكون معنا حاجات كمان متميزة نحن نطلع بموضل ونتطلع بشغل متميز نعرف الجمهور قد ايه خبر التجميل مونة حمدي متميزة في شغلها وازاي قدرت تحقق حاجات متميزة طبعا اتشرفت بوجودك جدا ووعد بالقاء ان شاء الله وطبعا وسائل التواصل الخاصة بيها نازل على الشاشة لكل حاب ان هو يتواصل معها ويسألها اتشرفنا بوجودها جدا فاصل ونستكمل فقرتنا مش بس مصممات الازياء هم المبدعين لكن الرجالة كمان اصبح ليهم بصمة متميزة معانا مصمم ازياء برا المنافسة من المنصورة بدأ حياته 22 سنة في حب تصميم الازياء من صغره اشتغل في اماكن كتيرة عشان يتعلم كل شيء في تصميم الازياء ما اكتفاش بكده بس لكن اخد كورصات في التشكيل على الملكان وقدر يحط بصمة متميزة في تصميماته معانا المتميز مصمم الازياء اتفاوزي منور برنامج اخر موضة ربنا نخليك ازمارك طبعا يعني انت مش غريبة عن اخر موضة ودايما اخر موضة منور فيها سواء كمهرجان كسواء كبرنامج دايما احنا بنحب الناس المتميزة عشان يكونوا معانا ربنا يبارك في حضرتك دايما يعني بمجهودكم دايما بنكون موجودين ان كان في اخر موضة في القناة او في المهرجان وده شرف لنا يعني نكون موجودين معكم النور دا ان شاء الله شرف لنا طبعا اكيد ان احنا نكتشف كل حد متميز المجال ومظهره للنور ونعرف الناس ان احنا عندنا كوادر وناس مصنعة وناس متميزة في مجالات صناعة الملابس السورية وازدفاف وقد ايه الناس دي فعلا تنافس العالمية بشكل قوي اعرف جمهورنا بحضرتك فاشون ديزاينا رعيد فوزي بدأت في المجال من حوالي 22 سنة يعتبر زي ما يقوله كده بلقنا من الصفر الحمد لله يعني بفضل الله وفضل تيم كبير طبعا في مرسلية اصبح برند معروف وبنغطي فروع على مستوى الجمهورية ودخل مصر وخارج مصر حضرك مصنع انا عرف ان حضرتك مصنع مش بس مجرد مصمم ازياء وقتلي ما شاء الله يعني لحضرتك كذا فرع تلات افروع وفماشاء الله ربنا يكرم حضرك ويزيدك طبعا وارقام التواصل منوران على الشاشة لكل حاب يتواصل مع مصمم الازياء ايد فوزي برند مارسلية من البرندات القوية اللي ليها اسم وعلم في المنصورة اعرف ان حضرتك مصنع وصرح كبير ما شاء الله اكيد طبعا بتواجه صعوبات كتير تزل الخمات والعمال يعني اللي عندها كفاءات وكده للأسف يعني في مصر ممكن في عندنا كمية بطالقة بطريقة بطريقة كبيرة وللأسف برضو بنفتقد العمالك كويسة او المتبرسة يعني بطريقة افضل يعني التركيا تعتبر ايمة على التصنيع وعلى التصدير زي الصين زي كوريا زي اليابان زي دول كتير بس احنا للأسف في مصر ما فيش كفاءات عشان نطلع منتج كويس احنا بنحاول بنحاول يعني اوقات بيجوا شباب كبار بنحاول نعلم نعلم فيهم ونبدأ واحدة واحدة لحد ما نحاول نطلع منتج كويس ننافس به انا عارفة اه انا حضرتك يعني بتواجه الصعوبات ما بين خمات ما بين عمالها يعني بتحربوا علشان تطلعوا منتج يليق بالعالمية وينافس العالمية بشكل قوي الله ينا عارفة اه معينا اول موديل اه يعني منورنا اه وبدينها كده بفستان زفاف رائع ملكي اه يعني ملكي حقيقي فعلا ملكي والتطريزي جنن وكل قطعة فيه بالدولي مع تدخل الاسترصات يعني ما شاء الله حاجة مبهرة ومشرفة اه يعني يعني حكينا اكتر عن التصميم ده خد من حضرتك يعني احنا معنا دزاين زي ده مثلا ممكن بيقعد مع ثلاث بنات حوالي شهرين شهر يعني فعشان درس زي ده يخرج كده بياخد وقته مجهود كبير جدا عشان كده انا بقول لحضرتك احنا فنش وشغل كويس نقدرني نفس به بره اكيد حتى خليك بدل من الموديل ياخد شهرين حياخد اقل الله ينور على حضرتك اه طبعا معك نيسة كوادر قادرة ان انت تطلع معك الشغل وتنجز معك شغل قوي تمام والدرس ده فيه ناس عارفها وانا عارفها شغل الهند ميدي اللي هو بص يعني متركب يعني شوف جمال قلن فستان قد ايه غير الجغير وانا عارفة كمان ان عند حضرتك بفجأة كمان لكل العرائس ان مش بس موديلاتك يعني قوية وهند ميد وتقيلة وقوية لا كمان اسعار حضرتك خارج المنافسة فانت كده بتجمع ما بين الحكتين بتجمع ما بين الجمال والشياكة والاناقة وفي نفس الوقت كمان السعر المتميز ومعنا كمان فستان سوري كمان تحفة انت عملين لنا نهارده توضيفة انت جاي تقول بس كله يوقف في مكان وقع يعني كان مشكلتنا بس الوقت يعني الحاجات ده بتاخد وقت كتير جدا يعني درس زي ده لما بيجي لعميلة مثلا بيبقى مش قبل قبل من نسبتها بشهرين او او ثلاث شهور على الأقل عشان نقدر ننفذ لها طلبها المزبوط اللي هو كله هندي میت فيش فيه تدخيل جبير او كبه انا شايف القطع كمان هندي میت جميلة رائعة تطرزها متميز ده حاجة مدخلين فيها ستان مع الهندي میت بارده مع الهندي میت بارده تطعيم بسيط مع الكورسي الشامبين ممكن الموديل تتقدمكم خطوة كده لقدام بحيث اننا نفرج على الديل الخاص بي ايه ايه لان زي ما قلت لك هو بيحتاج يعني بيحتاج خبرة اكتر وفن اكتر من يعني عشان نخرج قطعه مميزه مش مش متقلده او كلام ده لان ده الشغل بيتعمل بيبدأ بسكيتش بعد كده بطرون و بعد كده رسم كل قطعه الناس تكرم ان الموديل سهل عرف ده منك مش مش قماش بيتقفل وخلاص لا ده فيها تزامر وتشكيل عالمانيكان وسكيتش بيتعمل وان انت حضرتك ازاي تقدر ان انت تعمل موديل وتقدر تظهره وتنفزه من الورق تخرجه لقطع كبير غير كده كمان الادامج بين الماتيريال اللي بتحط لان انا ممكن اكلف وحط الماتيريال كتير وبرده الماتيريال ما يكونش راكب مع بعضي ففي خطوات كتير جدا عشان نخرج قطعه يعني تكون سعرها مناسب ويكون زقها حلو انا شفت ده في مهرجان اخر موضة اللي هو الفيديو بتاعه معينا على الشاشة قد ايه انت كنت يعني طلع بكوليكشن رائع انت كل يعني كوليكشن بيبقى احلى من تاني كل كوليكشن في ابداع فيه جديد فيه خطوات لقدام اكتر يعني ما شاء الله من عالم في المنصورة من المصانع القديمة التقيلة القوية اللي بتدي جودة وخامة وسعر متميز كل ده حضرتك ما شاء الله بتجمعه بشكل قوي جدا في مصنع مارسليا بجد انا شفته كمان في الفيديو لما كنت حضرتك معينا بكوليكشن كان رائع على المودلينج يعني كان الجمهور معجب بي جدا والفنانين اللي حضروا كانوا قد ايه مبغورين بشغل حضرتك وفي منهم كتير كلموني قالوا لي احنا عايزين نربس من عنده مصمم الازياء ده شغله متميز وحيخرج مننا حاجة احنا افتقدناها مع مصممين ازياء تانين فيعني ده طبعا شهادة كبيرة ويعني حد فنان يقول لقطة زي كده ان هو لبس من عنده مصممين ازياء كتير فاعني يعجبه شغلك دي مش سهل فالمعادلات دي ان ده كل مرة زي بتقدر يعني تخرج بحاجة مختلفة ده اللي انا بقول لحضرتك علي اصدر مرة ان احنا دايما شغل الهندبين يعني ما فيوش تكرار كتير لان هو بيطلع بياخد وقت فهمت قصدي يعني القطعة ما بتخرج اصلا بتاخد وقته مجهود فعشان تتكرر تاني مش مش اقل مثلا من 3 ا 4 شهور فهو ده اللي بيماس شغل الهندبين غير الشغل السمبل الشغل البسيط وحنا بنشتغل في السمبل برضو احنا بنشتغل في كل حاجة اه مهنس كنت حسنا حريك استغلاء انت مش بس في هندبين ميد انت سمبل حاجات سمبل معتمد على القومي ومش بس يعني مش على القوميشة بس والتصميم والفكرة بس تمام احنا بنشتغل على كل الازواء وبرضو احنا الحمدلله في مرسيليا مفيش حد بيعمل حاجة لوحده يعني كل كل شخص في مرسيليا بيعمل حاجة ده صح طبعا اللي نعرى عشان بنخرج في الاخر قطعة مميزة فينش محترم نقدر نرضي العمل بتاعنا ونطلع زوء مختلف راكي مفيش بقى يعني شخص بيمسك قطعي يفنشها ويخلصها بدانا نخرج نحن نسطر برا مصر ولا لسا اه الحمدلله احنا بنحاولي حاولي ست سنين خرجنا تونس والجزائر وخرجنا جنوب افريقيا والامارات والسعودية وان شاء الله بنحاول بقدر امكان لان احنا بننفس برضو دول مصدرة عالمية فعشان نغطي الكميات دي لازم يبقى زي ما قلت له لحضرتك برضو عمله اكتر وكفقت اكتر فبنحاول ان شاء الله واحدة واحدة ان شاء الله نغطي الطلبات يعني طبعا ان انت ترضي جميع الازواء ده شيء مش سهل طبعا يعني بيحتاج مجهود جدا واكيد فافرع حضرتك بيجيلك مثلا العروسة عايزة شكل معين هل بتلاقي نقطة دي ولا بتنفذ لها بشكل اه لا بقعد معاها وبنرسم سكتش لا طبعا انا عايزة اعدل ده انا عايزة ازود هنا اقلل هنا لحد ما بنرسي على سكتش كويس خلاص بنبدأ نشتغل على الماتيريا البعد كده اورينا الخامات اللي هنستخدمها من الاول خالص من اول القماش شايفا في موديل جهز معينا نانتي اهي ده برضو يعني شغل قيم اول اه يعني واضح ان في اه تصميم تقيل اه تصميم متميز ان حضرتك قدرت ان انت تخليه مديل دسم الاستراصات فيه شايفا لمعتها شايفا ان حضرتك مختار استراص غالي مش رخيص عشان اه عشان يدي اللمعة القوية دي اه ده مش سهل هو ممكن اللي يشوف الكطع اه واو شكلها محترم شيك جدا جميلة جدا بس ما يعرفش كمية التعب اللي كانت في الكطع دي حقيقة فعلا كل كطع حب حبة مثلا محطوطة بالابرة ده مش قماش حبلتك شريك ده متطرق ده رسم بيتعمل سكيتش زي ما قلت لحضرتك وبيترسم على الفشتان وبعد كده البنات بتمشي عليه واحدة واحدة يا مش قماشة ده ماذا يدور على الحمد فعشان كده بقول الحرج ان ده بياخد وقت كتير جدا عشان كده بيدي شكل قيمة وفحمة للدراس هو بصراحة الدراس ده يصلح لإيه بقى يعني يصلح خطوبة كب كتاب خطوبة كب كتاب مناسبات كتير فيه منه القفايت بيشتغل ساكن دلوك نفس كده زفاف ساكن دلوك وفيه بنات بيبقى نفس القصة بالظبط بيستخدموه زفاف بس احنا هنا عاملينه على شامبين عشان بيبقى فيه مكس شوية بين ده وبين الزفاف يعني فيه بنات ممكن تستخدم ده يا فستان زفاف اه طبع قصته بيبقى جميل جدا بنفس الدرجة دي تحبها عم شايفت لا الدرجة لا بيبقى على قفايت بصراحة واصلح كده اه ومع انا موديل كمان جهز اه تفضلي الله الله عالجمال بجد فعلا والموديل اللي المبهر في كل تفاصيله وفي رسمته ده كل ده شغل حضرتك هندينيت من ايه تزد؟ مش قماش ده رسمه كله هندينيت يعني حقيقي يعني انا اللي شايفيه بجده على طبيعة كل الجمهور حقيقي القطعة احلى مان في التلفزيون كمان كل حتة بتبرق بشكل متميز قطعة فنية يعني ست متقلقة وكمان اللي انا ما شايفان هو بيداري دفوهات كمان الجسمه دي مش حاجة سهلة ان مصم الأزياء يعرف ان هو يداري دفوهات كل ست بتصميم متميز دي حاجة عايزة فنان يعني الهندين اصلا بياخد العين لوحده فما بيديش اي مساحة تانية شكرا يانسي اه يعتبر بتفرج على لوحة فنية من اول رسمها لشغلها اه بجد يعني الحديث ما حدق ممتع قوي دينا يعني نبزة سريعة كده عن الموضة السنية دي قبل ما نلني فقرتنا بصي يعني ممكن يعني الزمن بيعيد نفسه تاني احنا بدأنا تاني على شغل الفلاور وشغل هندينيد ثابت نفسه ارجاع التاني الورد على الموضلات الفلاور والمالتكولر دى شغل اللى هو بتاع زمان اللى فيه كان يعني رقية او بباع ٦٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ تمام اللي نرى عليه والمالتكولر اللى هو دمج الالوان مع بعضها والسري دي حاجات البرزة مع طبعا شغل الهندينيد شغل الهندينيد دايما نثبت نفسه ما بيقدمش ولا بيضغير ده الناس اللي بتلبس الهنديميد اللي هو الشغل القيم معارفين الكلام ده كويس يعني حضرتك لو عندك قطعة هنديميد من عشر خمس سنين وخرجت بقى في اي مناسبة هي ثابتة نفسها معروف بجد الحديث محنك ممتع والموديلات رائعة وكل اللي حابب يتواصل مع مصمم الأزياء يتفاوز مصنع مارسيليا ومحلات مارسيليا نازلة أرقام التواصل على الشاشة لكل أفرعه وكل أرقام تليفوناته بجد حد متميز جدا في مجاله احنا شغلنا أساس جملة اه يعني هو كجملة كمان لكل المحلات اللي حابب أنه هو يتعامل معه جوه مصر وبرا مصر ده سهل جدا أنه هو يتعامل مع براند حيديله جودة حيديله سعر حلو حيديله تميز وقطعة متميزة بشكر حضرتك جدا لوقتك وبشكر يعني كل الموديلات الجميلة اللي انت اتحفتين بيها النهاردة اللي بشكر حضرتك يا سيد زمارو وبشكرتي من البرنامج كله شكرا شكرا لوجود حضرتك معنا بشكركم وعلى وعد بحلقة متميزة ان شاء الله انتظرونا